ميناء إيلات أو أم الرشراش الفلسطيني المحتل تحول إلى مدينة أشباح أو ميناء أشباح ما في أبداً سفن ثمانين في المئة من حجم الملاحة التجارية لهذا الميناء تراجع العنوان الثاني هو إحسين الشيخ اللي هو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بده يعاقب حركة حماس كيف؟ نحكي بالتفصيل الأمر الثالث اللي هو الضغوط الأمريكية على السعودية لانضمام إلى القوات البحرية الجوية اللي بدها تشكلها أمريكا ضد حركة أنصار الله وضد القوات المسلحة البحرية اليمنية اللي شلت البحر الأحمر هذه هي المواضيع أو العنوان الرئيسية نخش به اللي هي مسألة البحر الأحمر هذا البحر الأحمر الآن هو الأهم مشاغر العالم لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي الآن موجود في تل أبيب وبعدها بده يعمل جولة في المنطقة وفي شرق آسيا والهدف هو تكوين القوة العسكرية ليش القوة العسكرية؟ لأنه الآن البحر الأحمر أصبح مغلق بالكامل ممنوع أي سفينة تحمل بضائع أو ملكية إسرائيلية تروح لموانئ دولة الاحتلال خمس شركات كبرى بعد أن تعرضت سفن لقصف بالصواريخ الإسرائيلية طبعاً أو تابعة لإسرائيل أو مملوك الإسرائيليين أو بتحمل بضائع إسرائيلي يعني خمس شركات كبرى قالت شبدي في وجع الرأس؟ خلص بدناش نمر من البحر الأحمر وراحوا على رأس الرجال الصالح يعني زادت الرحلة 13 ألف كيلومتر وهذا تكاليف عالية فهذا كله لأن الأشقاء في اليمن متضامنين مع قطاع غزة ومتضامنين مع شهداء قطاع غزة وبقولك أنه إحنا لن نوقف هذه الضربات للسفن الإسرائيلية والملاحة الإسرائيلية وربما الأمريكية قريباً والدول الدعمة لإسرائيل يعني إحنا لن نتوقف حتى يتوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة والله موقف رجولي والله موقف إبداعي بكل معنى الكلمة يعني ما في يعني واقفين مع غزة ومع قطاع غزة وبقولولهم نلغى أهل غزة أنتم لستم وحدكم بقولوا للمقاومة في قطاع غزة أنه إحنا معاكم وفي نفس الخندق ما يهمكم وإحنا قادرين وفعلاً قادرين السؤال الآن هو يعني مين سيشارك في هاي الوحدة أو القوات والسفن اللي بدها تتصدى لحركة أنصار الله في اليمن ومين اللي بدها يعني تعلن أنها بدها تخوض الحرب في الآن حتى الآن في عدة دول عربية أنا بحكي على الدول العربية لسه فرنسا رافضة في دول أخرى في أوروبا كمان رافضة يعني فلكن فيه أربع أو خمس دول عربية وافقت على الانضمام اللي هي قطر والإمارات ومصر والأردن والبحرين هاي الدول لحتى الآن أعطت موافقة مبدئية بأنها مستعدة للمشاركة في القوة البحرية لحماية البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية السعودية ليش منضمها؟ يعني حتى الآن السعودية لم تنضم لهذا التحالف البحري في البحر الأحمر ليش؟ لأنه في معلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطا كبيرة جدا على السعودية للانضمام فلحتى الآن طلبوا الأمريكان وإدارة الرئيس بايدن طلبوا من المملكة العربية السعودية أنها تؤجل التوقيع على اتفاق سلام نهائي مع اليمن المعلومات الأولية بتقول أن الاتفاق جاهز وكتب في صيغته النهائية وبعدما الأخذ بالملاحظات للجانبين وخاصة للجانب اليمني عليه وهذا بنص على رفع الحصار كاملا عن اليمن والسماح لليمن بتصدير اللي هو النفط اليمني والأمر الثالث هو دفع رواتب جميع الموظفين في الدولة اليمنية بالإضافة طبعا قلنا رفع الحصارات البرية والبحرية والجوية ويرجع مطار عدن آسف مطار صنعة يرجع لأيام العز وتطلع منه وتنزل الطائرات لكل جهات في العالم بكل حرية أمريكا قالت للسعودية أجلوا توقيع هذا الاتفاق خلينا الآن إحنا بدنا نأمن البحر الأحمر وتعالوا معنا المملكة العربية السعودية حسب معلومات متداولة حاليا أنه قالت لا إحنا حتى الآن بدنا نلتزم بهذا الاتفاق وحتى فيه جرت ترتيبات للاحتفال بتوقيعه وهناك معلومات تقول بأنه قد يوقع هذا الاتفاق قبل نهاية العام يعني ما ظلش كثير بس يعني فيه بيجي حوالي 15 يوم كويسين مش بطلين ممكن فهذه المعلومات ففيه يعني خوف أنه أيضا ضمت السعودية لهذه القوة الأمريكية في البحر الأحمر هذا يعني ربما إلغاء الاتفاق والعودة للحرب وما حدا بده يعود للحرب لا اليمنيين بدهم يرجعوا للحرب ولا السعوديين بدهم يرجعوا للحرب معي تبن سنوات بدهم أكثر من هيك هذا شيء فأنا في تقديري الآن البحر الأحمر أصبح يعني شبه خالي من السفن كليا وكمان أنه الشقاء في اليمن استطاعوا أن يفرضوا إرادتهم ومستعدين يعني يتصدوا لأي سفينة وأمريكا خايفة ومرعوبة حقيقة لأنه بدها تتورط في اليمن يعني يا محلة أفغانستان جنب اليمن ويا محلة العراق جنب اليمن واليمنيين يعني إذا أبو يمن إذا قرر يحارب بيحارب يعني مش جديدة عليه المسألة فعلى أي حال هاي المسألة مهمة جدا ولازم نقول شكرا للأشقاء في اليمن اللي وقفوا مع قطاع غزة ولم يتركوا أهل القطاع لوحدهم هذه المسألة المسألة الثانية اللي هو السيد حسين الشيخ حسين الشيخ فجأة بيطلع بعطي حديث لا رويترز ولا العربية وبيقول لك أنه إحنا والله لازم نحاسب حماس إحنا لازم نعاقبها لأنه هذا يعني الحرب اللي علاقة هذه حرب يعني أعطت نتائج عكسية يا أخي وبعدين كمان بيقول أنه إحنا مستعدين الروح نرجع ونحكم القطاع يعني نحكم القطاع تحت العلم الإسرائيلي يعني كل هاي الانتصارات بدها تروح يعني ما هذه مسألة كثير كثير يعني طب إيش دخلك أنت طب أنتوا ساكتين ونايمين ومتواطئين ولا عملتوا شيء للشعب الفلسطيني فيه يعني عشرين ألف إنسان انذبحوا بالصواريخ الإسرائيلية وبالمسيرات الإسرائيلية إيش عملتم أنتوا كيف بدك توري وجهك كل هذول الناس في أكثر من خمس وخمسين ألف جريح كيف بدك توري وجهك أنت يا أستاذ حسين الشيخ لها الناس اللي ما دفعت عنهم ولا اهتميت فيهم ولا حكيته حتى أبدا يعني ولا كلمة ولا تأييد ولا تعزية ما عزيته في واحد من أهل القطاع الآن بدك تروح تحكم القطاع يعني شيء غريب جدا يعني بيقول لك انت تحاسب انت تحاسب حركة حماس وتساءل المقام هي اللي لازم تحاسبك وهي اللي لازم تحاسب السلطة لأنكم انتوا تخليتوا عن الشعب الفلسطيني وتخليتوا على أبسط يعني الكرامات يعني هذا مسألة كان يجب دعم أبناء القطاع فأنا بعتقد أنه بعد هذه الحرب يجب أن تكون هناك محاكمة وعقاب لكل اللي تواطئوا مع اسرائيل ضد قطاع غزة وعلى رأسهم السلطة وعلى رأسهم اللي هو أمين سر اللجنة التنفيذية السيد اللي هو حسين الشيخ هذه مسألة كثير كثير منهم بعدين بتقولنا والله اتفاقيات تمدح أسلو وتقول والله حققت يعني أهدافها جزئيا إيش حققت اتفاقات أسلو خط ثلاثين سنة وانت تتفاوضوا على اتفاقات أسلو وتطبيقها اعترفتوا بإسرائيل هل اعترفت إسرائيل فينا ما اعترفت فينا هل وقفت الاستيطان ما وقفت الاستيطان ما عبلك شيء فاين هو التحقيق الجزء اللي حققته اتفاقات أسلو يعني مسألة كثير كثير غريبة وانها تطلع من واحد بدي يكون بديل لمحمود عباس بديك رئيس بديك تجرف مع الشعب وبيده ينتخبك هذا الشعب ما فيه هيك انه امريكا لا يمكن يأتي لفلسطين رئيس على الدبابات الامريكية والدبابات الاسرائيلية اللي بدي يجي يحكم من قطاع غزة ويحكم الضفة الغربية يجب ان يكون في خندق الشعب وفي خندق المقاومة حتى استرداد جميع الحقوق الفلسطينية هذا هو الرئيس اما يحكي انه يصير رئيس لانه مرضى عليه من قبل اسرائيل ومن قبل امريكا لا ما ممكن وبعدين الرئيس يقول والله نقل عنه وهذا امر موثق انه مرة كان فيه سامح شكري وزير الخارجي المصري وكان بلينكين وزير الخارجي الامريكي وحسين الشيخ قال لهم يا اخي انه يعني بلوم وبعاتب بلينكين بقول له قلنا لكم وقضونا على حماس واشتثوها يعني حتى سامح شكري قال له عيب يا استاذ حسين بلاش الكلام دا دلوقتي مش بقته يعني تخينه طب وكمان بدك تحكم غزة وبدك تحكم الضفة الغربية يا اخي والله والله احترمونا والله الشعب الفلسطيني شعب ذكي وشعب مقاتل وشعب مجاهد وشعب بضحي ولليوم بضحي يعني هذه قصة كثير 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 مهمة بس حبيت ارويلكم بيها فالامر الاخر اللي بدي احكي عنه هو العودة للمفاوضات الان في لقاءات بين رئيس المخابرات الاسرائيلية الموساد وبين رئيس المخابرات الامريكية وبين اللي هو وزير رئيس وزراء قطر الان في بولندا في وارسو حصلت مفاوضات او اتصالات للعودة للمفاوضات عودة للمفاوضات يعني هزيمة اسرائيل يعني هزيمة نتنياهو واسرائيل بدأت اتمحد لأول مرة بتقولوا احنا مستعدين نفرج عن اسرة بين خوسين ملوثة ايديهم بدماء الاسرائيليين زمان كان يقولوا ابدا لا يمكن نسمح بذلك لكن الان تغيرت يبدو انهم مستعدين خضعوا ردخوا لشروط حماس بالكامل يعني بدهم يبيضوا السجون غصبا عنهم وابن نتنياهو ابدا هيطلع من غزة هيروح على السجن الخليل الحية اللي هو نائم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال بالحرف الواحد يجب ان ينسحبوا اولا من قطاع غزة ينسحبوا وبعدين بعد ما وقف كامل لاطلاق النار وليس مؤقتا وقف دائم وبعدين نتفاوض على الملفات الاسراء غير هيك يفتح الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة